بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيز الطالب مرة أخرى مع مقرر وسائل تقنيه التعليم والوحدة السابعة النشاطات المنهجية واللا منهجية أو النشاطات الصفية واللا صفية ولكن يفضل استقدام مصطلح النشاطات المنهجية واللا منهجية المصطلح النشاطات الصفية واللا صفية نظل ارتباط هذه الأنشاطات بالمنهج مبشرة أو بصورة غير مبشرة ونبدأ كما تعودنا مسبقا بالأهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادرا على أن النشاطات المنهجية واللا منهجية 2- يستعرض الهداف التربوية للنشاطات اللامنهجية 3- مصنف النشاطات اللامنهجية 4- يعرف المصادر البشرية ونبدأ بتعريف النشاطات المنهجية واللا منهجية يقصد بها جميع المهام والممارسات والتطبيقات الفكرية أو العملية والتي يشترك فيها المتعلم بفعلية وفق برنامج تعلمي أو تدريبي محدد وهادف وزيد كبير من التناسب مع خصاص المتعلم تحت إرشاد وتوجيه المعلم وقد تكون هذه النشاطات مرتبطة بشكل مباشر بالمناهج الدراسية مثل الفصول والمعامل الدراسية ويطلق عليه في هذه الحالة بالنشاطات المنهجية أو الصفية 5- نشاطات مرتبطة بشكل غير مباشر بدراسة المناهج الدراسية وتقع معظمها في أغلب الأحيان خارج نطاق بيت التعلم المدرسية التقليدية مثل الرحلة التعليمية والزيارة الميدنية والمقابلات الشخصية ويطلق عليه في هذه الحالة بالنشاطات اللامنهجية أو النشاطات اللاصفية أهداف النشاطات اللامة المنهجية من أهم هداف النشاطات اللامة المنهجية التربوية التالية 1. تحويل الخبرات النظرية المكتسبة لخبرات عملية تطبقية 2. تنمية العمل يدوي المهن واحترامه 3. تمثل مجالا خصبا لاكتشاف مواهب الطلاب 4. يمكن مكلالها تعلم بعض الموضوعات المجردة والتي يصعب تعلمها في البيئة الصفية التقليدية 5. تزيد من التجاهة الإيجابية نحو المدرسة والمعلم والمقارات الدراسية والأقران 6. توفر مواقف تعلمية واقعية محسوسة مما يساعد في التقليد من النسيان هذا الطالب ممارسات الأنشطة اللامنهجية من أبرز الممارسات اللامنهجية الأد 1. الرحلات والزيارة التعليمية مفهوم الرحلة هي من النشاطة التعليمية المحببة للطلاب المتعلمين من أجل إكساب الخبرات المتنوعة في جميع المجالات وتتمد على التقطيط المنظم لزيارة هادفة خارج حجوة الدراسة وقد تكون هذه الزيارة داخل مدرسة نفسها مثل زيارة المتحف المدرسة العلمي وقد تكون خارج المدرسة وهو في أفضل أحيان هو الأفضل القيمة التربوية للرحلات التعليمية 1. تتيح الرحلة التعليمية للطلاب الرابط بين الدراسة والواقع 2. تتيح دراسة الأشياء في أماكنها الواقعية 3. تحول الطالب المتعلم سلبي إلى متعلم نشط ومشارب إيجابية في الموقف التعليمي 4. تقيد مناخ بيئة التعلم التقليدية إلى بيئة التعلم الجديدة ومسيرة تدعو للتأمل والاكتشاف 4. الأنصر الثاني من الأنشطة اللامنهجية وهي الرحلات والزيارات التعليمية 5. مفهومها 6. هي نوع من الأنشطة التعليمية اللاصفية التي تكتسب من كل عليها الطلاب خبرات بديلة الواقع 6. ومن ثم يمكن تقلب على عاملية الزمان والمكان 7. قيمة التربوية للتمثيليات 1. يقوم فيها المتعلم بالمشاركة الإيجابية في الحصول على الخبرة والتعلم 8. يشعر المتعلم بالاستمتاع بعملية التعليم 9. تسهم في تنمية التوافق الاجتماعي والعمل التعاوني والتواصل المرغوب لدى جميع المشاركين 10. يمكن من خلالها أن تكون بديلة غير تقليدي عن مصادر التعليم الأخرى 10. يمكن أن تناسب بعض الطلاب الذين لا يفيد معهم التعليم التقليدي 11. العنصر الثالث من الأنشطة اللامنهجية وهو الحوارات أو المقابلات الميدانية 11. في هذا النشاط يتم تشكيل اللاجئة من الطلاب في المدرسة أو الفصل للقيم بزيارة أحد المسؤولين في أماكن عاملهم الفعلي من أجل الإجراء حوار منظم معه لنشف اللوحة الإكبارية الشاملة بالمدرسة 12. ويشترط مراعاة عدة نقاط عند إجراء هذا النشاط 13. تجهيز الأسئلة وترتيبها 14. توصيق المقابلة وكتاب التقرير يمكن نشرف اللوحة الإكبارية 15. جيم تسجيل المقابلة على جهاز كاسيت والاحتفاظ بها لكي يسمع باقي الفصل والاحتفاظ بها في مراكز مصادر التعلم 16. العنصر الرابع من الأنشطة اللامنهجية وهو الألعاب التعليمية 17. وهي نشطات تعليمية وتنافسية تحكمها قواعد محددة يتفاعل فيها شخصان أقصر من أجل الفوز 18. ومنها المصابقات 19. الألعاب التعليمية 20. الألغاز 20. وفي ألعاب التعليمية يجب التيميز بين هدف اللعب الظاهري وهو الفوز 21. وهدف الخفي وهو اكتساب معلومات وتنمية مهارات علمية 22. المصادر البشرية 23. وهو عنصر هام في الأنشطة اللامنهجية 24. مصادر التعلم البشرية هي جميع الأفراد المشاركين في العملية التعليمية 25. سوى الذين يقومون بدور تعليمية مباشرة كالمعالمين أو الذين يقومون بدور تعليمية غير مباشرة 26. كمدير المدرسة واختصاص مصادر التعلم والمشرف التربوي ورجل الشرطة والمرور وغيرهم 27. والآن عزيزي الطالب مع التقويم 28. أجب عن الأسئلة التالية 29. واحد عرف النشاطات المنهجية واللامنهجية 30. ما تصنيف النشاطات المنهجية 30. ما القيمة التربوية لكل من الرحلات والتمثيليات 30. وشكرا لكم جميعا